اشتركوا في القناة وسلم تسليماً كثيراً وبعدوا إخوة الإسلام في كل مكان فهذا هو ثاني المجلسين المتعلقين بالمسجد الحرام فضائله وأحكامه ضمن الدورة الثالثة العلمية المنعقدة في رحاب بيت الله الحرام لهذا العام 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بكم أيها الكرام في مجلس البارحة أن الحديث عن المسجد الحرام بأحد معانيه والمقصود به المسجد المحيط بالكعبة يتناول هذه البقعة المباركة التي تهوي إليها أفئدة المسلمين ويقصدونها في صلاتهم في كل مكان ويأمونها ملبين في حج وعمرة على مدى الزمان وأن المسجد الحرام إنما كانت عظمته بعظمة بيت الله الذي أوذع فيه وما أضحت مكة بلداً معظماً محبباً إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قياماً للناس كما قال الله جل جلاله إلا لأجل هذه الكعبة العظيمة الجليلة بيت الله في هذا البلد الأمين حديث الليلة في هذا المجلس يتناول الفضائل المتعلقة بهذا المسجد الحرام ومحتواه من المعالم والآيات البينات وما يتصل بذلك من أحكام تهمني وتهمك عبد الله وأنت أمت الله وتهم كل مسلم ومسلمة عندما يطأ مكرماً بقدميه أرض هذا البلد الحرام ويلج هذا المسجد العظيم فتقر عينه وتبتهج نفسه ليعلم أنه محفوف في هذا المسجد المبارك بآيات بينات كما قال الله سبحانه وتعالى فهلموا إلى هذه الآيات البينات وما يتعلق بها من الفضائل وما يتصل بها من الأحكام لأجل أن يعرف المسلم عظمة هذا المسجد وفضيلته والأحكام التي تختص به عندما يقصده فيصلي ويعتكف ويطوف حاجاً أو معتمراً أو مصلياً زائراً واعلم رعاكم الله أن أول ما يستفتح به الكلام في جنبات المسجد الحرام ونواحي العظمة فيه أصل هذه العظمة ورأسها نعم الكعبة المعظمة بيت الله الذي بناه الخليل إبراهيم عليه السلام ورفع قواعده بمعية ابنه إسماعيل عليه السلام كما تقدم في مجلس البارحة في قصة بناء الكعبة ومبدأ الحياة في هذه البلدة المحرمة الكعبة هي بيت الله الحرام الذي يقع في وسط المسجد الحرام مربع الشكل بابه مرتفع عن الأرض قيل سميت الكعبة كعبة لتكعيبها أي تربيعها في الشكل ورد في القرآن الكريم اسم الكعبة بهذا الاسم الصريح في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ووردت في مواضع أخر بتسميتها البيت الحرام والبيت العتيق في مثل قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يعني الكعبة وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي الكعبة ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقال سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق إذن هي البيت وهي البيت الحرام وهي البيت العتيق هي الكعبة أسماء لها هي أصل هذا الشرف والعظمة في هذا البلد الحرام والمسجد الحرام جعل الله إخوة الإسلام لهذه الكعبة لهذا البيت من الحرمة والتقديس والتعظيم والإجلال ما لم يجعله لمكان ما على وجه الأرض فحري بنا ونحن نستعرض الفضائل والأحكام أن ندرك أن أولى خطوات القيام بحق هذه الكعبة ومعرفة قدرها ومكانتها ومنزلتها عند الله أن يستقر في القلوب استقرار لا يتزعزع أبدا أن يستقر في القلوب تعظيم هذه الكعبة تعظيما لله جل جلاله وتعظيمها داخل في جملة التعظيم المشروع الذي أمر الله به في جملة من نصوص الشريعة في مثل قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وشعائر الله وإن كانت تشمل النسكة في الحج والعمرة فهي تشمل أيضا كل شعيرة من الشعائر وهي أعلام الدين البارزة ومعالمه الظاهرة والكعبة أحدها وقوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والحرمات جمع حرمة وكل ما له حرمة وقدر ومكانة في الشريعة والكعبة من أجلها فتعظيم الكعبة مطلب شرعي أمة الإسلام ينبغي أن يستقر في النفوس المؤمنة وأن يكون في قلب كل مسلم ومسلمة هذا التعظيم العظيم لهذه الكعبة المعظمة ولأجل هذا التعظيم جاءت جملة من الأحكام الآتي ذكرها الآن ولنعلم أن مبدأ هذا التعظيم لهذا البيت الحرام لهذه الكعبة المعظمة هو توحيد الله جل جلاله أجل فما بني البيت هذا إلا على التوحيد ولأجله كانت هذه القصة العظيمة في طور الحياة البشرية وأن تكون الكعبة القبلة وأن تكون القيام للناس وأن تكون منشأ الحياة ومبدأها ومنتهاها هذا التعظيم هو المشار إليه في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم فتأملوا هذه التهيئة الإلهية وهذا الاختيار الرباني لهذه البقعة وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا يقال هذا لخليل الله إبراهيم عليه السلام فهذا مبدأ بناء الكعبة ومن شئها ألا تشرك بي شيئا ثم يتأكد هذا التوحيد الخالص بذكر التطهير الحسي والمعنوي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ثم جاءت مشروعية الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق لما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتحي مزيلا بقايا الجاهلية ورواسبها وما علقت بها من أوثانها وباطلها الذي أحاط بها كان أول ما ابتدأ أن أزال ذلك الباطل من الأصنام والأوثان التي كانت حول الكعبة أو في جوفها وهو يطعنها بعود ويقول صلى الله عليه وسلم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فهذا أول مبادئ التعظيم أمة الإسلام لكعبة الله لبيت الله لقبلتنا أن نكون قائمين على معنى التوحيد الذي عليه بني هذا البيت العتيق ومن أجله نستقبل القبلة في كل صلاة ونتوجه إليها رافعين أكفنا بالدعاء ونقصدها حجا وعمرة فنطوف ونؤدي المناسك لتحقيق هذا المعنى العظيم فهذا أول عتبات التعظيم لهذه الكعبة المعظمة أن يكون القلب عامرا بتوحيد الله جل جلاله وأن هذا بيته فتعظيمنا لهذا البيت تعظيمنا لربنا الواحد وخالقنا وإلهنا المعبود جل جلاله الذي أراد لهذا البيت أن يكون بيتا يقصده عباده فيأمونه بذلة وخضوع وتعبد وتنسك وانكسار وافتقار يقولون لبيك من أجل هذا التعظيم من أجل هذا التعظيم شريعة الأحكام للفضائل والعبادات الآت ذكرها فمنها أولا الطواف حولها الله عز وجل لم يشرع لعباده طوافا ببقعة على وجه الأرض إلا بهذه الكعبة المعظمة فما أذن الله سبحانه لعباده أن يكون لهم طوافا على هيئة الدوران في تعبد وذل وانكسار إلا لهذه البقعة وليطوفوا بالبيت العتيق وقد أمر الله خليله كما تقدم أمر خليله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وجعل سبحانه وتعالى الطواف حول الكعبة نسكا ركنا في الحج والعمرة أو واجبا في الحج كما في طواف الوداع مثلا أو مستحبا على الدوام فلا تصح الحج ولا العمرة والمناسك إلا بالطواف حول الكعبة وفي غير الحج والعمرة فإن الشرع قد رغب في الطواف ترغيبا يحثنا عليه ويجعلنا مقبلين بشوق نشعر بغبن على التفريط في أجر هذه العبادة العظيمة الجليلة واسمعوا رعاكم الله فيما أخرج النسائي في السنن وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف سبعا يعني سبعة أشواط فهو كعدل رقبة يعني يعدل في ثوابه عتق رقبة وعدق الرقاب عند الله عظيم الأجر ثقيل في الميزان من أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحديث الذي أخرج بعض أصحاب السنن كالترمذي وأخرج الحاكم أيضا وابن خزيمة وابن حبان وفي إسناده ضعف لكن له متابعا عند الإمام أحمد في مسنده ويتقوى به الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة فكم خطوة تخطوها أيها الطائف في طوافك بالبيت الحرام في عمرة أو في حج أو في طواف مستحب بكل خطوة يكتب حسنة وتمحى سيئة وقد أوجب الشرع على الحاج على الحاج في النسك أن لا يغادر هذا البلد الحرام حتى يكون آخر عهده بهذا البيت الطواف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض هذا حديث البخاري وفي رواية لمسلم كان الناس ينصرفون في كل وجه يعني إذا انتهوا من المناسك كل توجه إلى بلدته فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وقد رغب الشرع هذا الترغيب الكبير في الطواف وجعل في مقابل ذلك إذناً عاماً في الطواف بالبيت أن لا يحد بوقت ولا يمنع منه أحد يقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه يا بني عبد مناف لا تمنع أحداً أو لا تمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصل أي ساعة شاء من ليل أو نهار ولهذا فإن من خصوصيات الطواف بالكعبة والصلاة عندها أن لا يحدد لها وقت وأن لا يشملها وقت النهي الذي يشمل الصلوات في الأوقات المكروهة كما هو معلوم عند الفقهاء الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم رحم الله الجميع وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما منقبة أخرى للكعبة وفضيلة وعبادة استقلت بها وهي كونها قبلة المسلمين أحياء وأمواتها وهذا ثاني فضائلها وأحكامها في هذا الباب فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في قبول الكعبة يعني مقابلا لها وقال هذه القبلة وعند النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال ثم خرج أي من جوف الكعبة فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة يعني في قصة دخوله الكعبة وصلى في جوفها في قبلها مستقبلا الجدار الذي كان يليه من دخل الكعبة فجهاتها الأربع قبلة ومن كان خارجها فجهاتها الأربع أيضا قبلة لا تصح صلاة مصل حتى يتوجه إليها بعينها إن كان يعينها فإن بعد عنها أصاب ولا بد جهتها لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره جعل الله الكعبة بيته الحرام قبلة للناس قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام ويستثنى من ذلك في الفقه أيها المباركون صلاة النافلة للمسافر فإنه يرخص له أن يصلي حيث توجهت به راحلته سواء استقبل القبلة أو لم يستقبلها تيسيرا من الشريعة وترخيصا وتخفيفا على المسافر قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومن هنا فرق الفقهاء بين صلاة الفرضي وصلاة النافلة هذه قبلتنا أمة الإسلام في صلاتنا في دعائنا هي أيضا قبلتنا في موتانا عندما ندفنهم في قبورهم في الحديث الموقوف على ابن عمر رضي الله عنه في ذكر الكبائر قال والإلحاد وفي البيت الحرام في البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا وهذا الميت عندما يجعل في قبره على جنبه الأيمن يكون وجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا وهكذا كل مقبرة لأهل الإسلام في أي بلد على وجه الأرض تطبق فيها هذه السنة وهذا الحكم الشرعي ثالثا من تعظيم الكعبة أمة الإسلام من فضائلها وأحكامها العظام النهي عن استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجر إكراما لها وتعظيما وإجلالا في الحديث الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحض قد بنيت نحو الكعبة فننصرف عنها ونستغفر الله عز وجل حديث أخرجه الشيخان في الصحيحين وروا الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له وقد قال القول له بعض اليهود ساخرا قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم أخرجه الإمام مسلم فهذا الحكم في تعظيم القبلة والنهي عن استقبالها أو استدبارها عند قضاء الحاجة الذي عليه جمهور الفقهاء أنه نهي مطلق مخصوص بما إذا كان قضاء الحاجة في الحمامات المبنية اليوم داخل البيوت والمساكن والنزل والدور والفنادق فإنه يرخص فيها أن تكون داخل البنيان ولو كانت مستقبلة القبلة لأجل وجود البنيان الحاجز من جدران ونحوها جمعا بين هذا الحديث الذي تقدم عن أبي أيوب رضي الله عنه في النهي وبين رواية بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين لما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على عدم الاختصاص به لعدم وجود الدليل فيجمع بينه وبين النهي السابق بأن هذا كان بين البيوت والبنيان وكان الأول في الخلاء فهذا وجه كان من أوفق الأوجه التي يجمع بها بين الدليلين من الأحكام ثالثا أيضا أيها الكرام المتعلقة بالكعبة سوى الطواف وتعظيمها كما تقدم بكونها قبلة والنهي عن استدبارها الحكم الرابع استحباب الصلاة داخل الكعبة لمن تيسر له دخولها فإنها مستحبة دل على هذا الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتحي فإنه دخل الكعبة روى البخاري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولجأ فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين فمن تيسر له دخولها صح منه الصلاة في أي نواحيها يعني إن استقبل الجدار الذي يلي البابة وهو موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجدار الغربي أو استقبل الجدار الشمالية أو الجنوبية أو الشرقي كل ذلك صحيح لأنه في جوف الكعبة ذكر ذلك نافع مولى بن عمر هذا في النفل فالصلاة داخل الكعبة تكون نافلة وبين أهل العلم خلاف في جواز صلاة الفريضة داخل الكعبة والأولى خروج من الخلاف عدم فعل ذلك ومن هنا يجتنب المصلون في المسجد الحرام اليوم اقتداء بآئمة المسجد الحرام عدم صلاة الفريضة داخل الكعبة ولا فيما له حكم داخل الكعبة وهو الحجر والذي سيأتي ذكره بعد قليل فإن حجر الكعبة أو الحطيم أو ما يسمى بحجر إسماعيل هو جزء من الكعبة فمن دخل فيه فصلى كان له حكم من صلى داخل الكعبة لأنه جزء منها على تفصيل سيأتي بعد قليل أخيرا ما يتعلق بالكعبة من الأحكام التي تهم لأمة الإسلام أمر نهاية الكعبة آخر الزمان فإن من أشراط الساعة وعلامات يوم القيامة أجارنا الله وإياكم التي أخبر عنها الشرع وجعل لها علامات وأشراط هو ارتفاع الكعبة وخرابها نسأل الله العافية روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة نسأل الله عز وجل أن لا ندرك ذلك الزمان فحيث لا تعمر بعدها أبدا وذلك يوم أن لا يبقى في الأرض من يقول الله الله فعندما يزول كل أثر للإيمان والمعرفة بالله جل جلاله يأذن الله لبيته بالزوال فيأذن لدنيان هذه بالفناء جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فإذا أراد الله فناء الدنيا أذن لبيته الحرام بالزوال والفناء نسأل الله العافية هذه الكعبة وهي أصل التعظيم في هذه البقعة المعظمة ومنشأ الفضائل والبركات والخيرات ويتصل بها من المواضع المحيطة بها والمتصلة بها في المسجد الحرام أمور سبعة سيأتي ذكرها تباعا أولها الحجر الأسود فإنه جزء من الكعبة المنصوب في الركن الشرقي من جدار الكعبة بيت الله الحرام والذي منه يبدأ الطائفون طوافهم وجعل مقابله العلامة الخضراء التي تشير من بعد من لا يلي الكعبة أو يبعد عنها أن يعلم جهتها يعني جهة الحجر الأسود فيبتدئ به طواف الطائفين وبه ينتهي شوطهم السابع في الطواف وهو من الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في رحاب البيت الحرام والحجر الأسود حجر عظيم كريم هو من حجارة الجنة كما ثبت بذلك الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي وفي سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة وعند الترمذي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم الحديث أيضا أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة أيضا وصححه هذا الحجر الأسود من حجارة الجنة جعله الله آية وكونه كان أشد بياضا من اللبن هو على حقيقته فسودته خطايا بني آدم هذا سوداد حقيقي محسوس لا معنوي وهو إشارة إلى مال الذنوب والخطايا من شؤم وأثر سيئ إن كان على المحسوسات فكيف بالقلوب أهل الإيمان يا أهل الإيمان إن الذنوب والخطايا التي سودت الحجر الأسود في بيت الله العتيق هي أيضا من شأنها أن تسود القلوب المؤمنة يا أهل الإيمان فإن العبد كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا تاب العبد واستغفر ونزع سُقِل قلبه فأصبح أبيضا كالمرآة صافيا وإذا ترك الاستغفار وتماد في الذنوب والخطايا تراكمت وتراكم الإسوداد حتى يعود كالكوز مجخيا أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما وصفه عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية هذا الحجر الأسود أيها الكرام من حجارة الجنة ويتصل به من الأحكام ما أشرت إليه ابتداء طوافنا معشر الطائفين حجاجا ومعتمرين أو طائفين طوافا مستحبا وإذا أتينا الحجر فإن السنن المشروعة في تعاملنا مع الحجر على أربعة أنحاء أولها تقبيل الحجر وضع الشفتين داخل الحجر الأسود وتقبيله تعبدا لله فإننا نؤجر عليها عبادة وهذه القبلة التي نتعبد بها لربنا هي لون من التعظيم اكتسبناه من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم السنة الثانية لمن لم يتيسر له تقبيل الحجر للزحام أو ابتعاد عنهم فإن السنة الثانية هي استلام الحجر باليد فأن يضع يده داخل الحجر ثم يمسح به ويقبل يده التي استلم بها الحجر هذه السنة الثانية وأما ثالث السنن فلم البعودة ولم يتيسر له أن يصل بيده فيستلم الحجر فإن له أن يضع شيئا بيده كعصا ونحوها على الحجر فيستلمه به ثم يقبله هذه ثالث السنن وهي كما ترى على قدر الإمكان والقرب من الحجر تقبيله مباشرة بالشفتين أو استلامه باليد ثم تقبيل اليد أو استلامه بشيء يكون في اليد ثم تقبيله ثم السنة الرابعة لمن بعد أكثر من ذلك ولم يتيسر له شيء فيكتفي بالإشارة إليه عن بعد رافع يده كهيئة السلام ولا يحتاج أن يقبلها لأنه لم يضع يده على الحجر هذه السنن الأربعة دلت عليها الأدلة التالية روى البخاري في صحيحه عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستليمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستليمه ويقبله يريد رضي الله عنه أن لا موضع للافتراضات والآراء طالما ثبتت السنة فاحرص عليها وهذا كما قلت مشروط بالقدرة والإمكان وعدم مزاحمة إخوانك المسلمين وروى الإمام مسلم في صحيحه عن نافع مولى بن عمر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله هذه ثاني السنة أما الثالثة فقد روى الإمام مسلم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن المحجن العصى التي يأتي في رأسها انثناء هذه ثالث السنة وانظروا كيف ثبت كلها في صحيحي الإمامين البخاري ومسلم أما السنة الرابعة فما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير لاحظ هذا على بعد كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر فلم يذكر التقبيلها هنا وروى الإمام مسلم عن سويد بن غفالة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا يعني شديد الحفاوة والاهتمام والعناية إذن تقبيل الحجر أو استلامه باليد وتقبيل اليد أو استلامه بشيء وتقبيل هذا الشيء أو الإشارة إليه عن بعد بقي أن تعلموا رعاكم الله أن من العبادات عند الحجر الأسود لمن تيسر له القرب وإتيانه السجود عليه المقصود بالسجود وضع الشبهة وضع الجبهة على الحجر الأسود داخله دل على ذلك ما أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه التقبيل وضع الشفتين والسجود وضع الجبهة عليه ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت بواب بن خزيمة الإمام عند هذا الحديث بقوله السجود على الحجر إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إذاء المسلم فرحم الله الإمام بن خزيمة في دقة فقهه في التعبير عن مثل هذا الحكم فالسجود عليه عبادة كل ذلك مشروع مسنون مرغب شرعا وفيه أجر وثواب دون أن يتعلق اعتقاد أيها المباركون أمة الإسلام بأن هذا الحجر فيه بركة لذاته أو أنه ينفع أو يضر ولهذا فإن عمر الفاروق رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود وقبله قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك والحديث أخرجه البخاري فمن الخطأ إذن أيها الكرام كما ينبه عليه بعض الفقهاء أن يتعامل مع الحجر تعامل التبرك بأن يمسح عليه ثم يمسح على الجسد أو الوجه أو الصدر أو على الصغار والأطفال ليس هو موضع تبرك في ذاته المشروع عنده التقبيل والسجود والاستلام والتكبير لا شيء سوى ذلك فإن البركة ليست في ذاته وعينه إنما التعبد عنده مشروع وهو الحجر الذي خص بهذه العبادات المشروعة المذكورة آنفا وجعل الله عز وجل من ثواب هذا كرامة لمن أتى بيته ووفد إليه وأقدمه سبحانه بفضله ومنته وأتى الحجر فتيسر له أن يقبله أو يمسح عليه جعل له حط الخطايا ثوابا وإكراما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن مسحهما يحطان الخطيئة يعني الركن اليماني والحجر الأسود بل أخرج ابن خزيمة في صحيحه والإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال واسمعوا يا كرام إلى هذا الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق فينطقه الله الذي ينطق ما شاء سبحانه يوم القيامة كما ينطق الجوارح والأيدي والأرجل والجلود فتنطق على أصحابها شهادة بما كانوا يعملون فلا يجوز إذن قط بوجه من الوجوه لمن أتى البيت ورغب في هذا الأجر لا يجوز أذية إخوانه المسلمين ولا مزاحمة الطائفين ولا الاعتداء عليهم ناهيكم عما قد ينشأ مما يوغر به الشيطان وينزغ به بعض المسلمين عند الكعبة بالمزاحمة والمضايقة وربما شيء من الضرب والأذى رغبة في الأجر فسبحان الله كيف يؤدي الحرص على الثواب وتطبيق سنة إلى ارتكاب أمر محرم وهو أذية مسلم أو مسلمة أو تعد على ضعيف أو ضعيفة كل ذلك ينبغي أن يكون في مقام التعظيم منزها عنه هذا المقام الكريم فمن وجد سبيلا فالحمد لله ومن لم يجد حسبه نيته الصادقة والتزامه الأدب والتعظيم في هذا المقام العظيم والله يكتب الأجر لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم ولهذا فاسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج عبد الرزاق في المصنف وهو مرسل لكنه جيد الإسناد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عمر بن الخطاب يا عمر إنك رجل قوي وإنك تؤذي الضعيفة فإذا رأيت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامضي مرسل يستأنس به في مثل هذا الحكم أما النساء أخوات المسلمات فالنهي وفي حقهن آكد والله صون لهن وعناية بهن في هذا المقام أن يؤدي التزاحم إلى التصاق الأجساد بهن أو وقوع شيء من نزغات الشيطان خصوصا في أوقات الزحام فقد رأى عطاء بن رباح امرأة أرادت أن تستلم الركن فصاح بها وقال لا حق للنساء في استلام الركن ولما جاءت مولاة لأمنا عائشة رضي الله عنها تخبرها أنها طافت فقالت يا أماه لقد طفت بالبيت واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا فقالت لها أمنا عائشة لا آجرك لا تزاحمين الرجال هل لا طفت من آخر البيت وكبرت كل هذا ليس نهيا عن عبادة مشروعة في حق الرجال والنساء على حد سوى لكنه التفات إلى المعاني الأعظم والرعاية لحقوق أوجب وأكد في الصون والحشمة والتحفظ عن الحرام أو خطوات الشيطان فإذا هذه العبادات المشروعة عند الحجر الأسود ولذلك يكبر الطائف في كل شوط عندما يأتي البيت في أشواطه السبعة ينتهي طوافه بوصول شوطه السابع عند الحجر الأسود حيث ابتدأ فإذا ختم شوطه السابع بتكبير كانت ثمانية تكبيرات وهو كما يقوله بعض الفقهاء وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير كلما أتركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر وبعض أهل العلم يرى الاقتصار على تكبيرات سبع فيكون في آخر الشوط السابع وقوف عنده دون تكبير وفي صفة التكبير أن يقول الله أكبر وثبت عن ابن عمر في صفة التكبير إضافة البسملة بسم الله والله أكبر وهذا أيضا صحيح ثابت هذا أول البقاع المعظمة المتصلة بالكعبة وهو الحجر الأسود يقابله في الركن الذي قبله الركن اليماني الواقع في الركن الغربي الجنوبي بالضبط هو الركن الذي يسبق الحجر الأسود والسنة استلامه دون تقبيله يعني مسحه إن تيسر فإن بعد فإنه يكبر دون إشارة والفرق بينه وبين الحجر الأسود هو الوقوف عند هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل كما فعل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستلمه ويمسحه بيده الشريفة فعن ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ويقال الركنان اليمانيين لهذا الركن اليماني والحجر الأسود تغليبا ولوقوعهما في جهة الجنوب فهي أقرب إلى جهة اليمن فمن مسح الركن واستلم الحجر في كل شوط فهو من العبادات الثابتة كما تقدم وإلا اكتفى بالتكبير عن بعد مع الإشارة عند الحجر الأسود ودون إشارة عند الركن اليماني هذا ثاني المواضع المتصلة بالكعبة وأما ثالثها فالملتزم اسم مفعول من الفعل التزم يلتزم فالمكان ملتزم والمراد بالملتزم المكان الذي يلتزمه المسلم ومعنى يلتزمه يأتي إليه فيضمه ويضم صدره وذراعه أو وجهه بهذا المكان هو جزء من الكعبة الواقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة في حديث عبد الرحمن بن صفوان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة يعني يوم فتح مكة هو وأصحابه فاستلموا البيت من الباب إلى الحطيم والمقصود به جدار الكعبة الشرقي بتمامه وهو الجدار الموجود عليه باب الكعبة يعني من الركن من الحجر إلى الحطيم وهو الركن الذي فيه البناء المتصل بالكعبة فأشار هنا في الرواية إلى أن الحطيم إلى أن الملتزم هو الجدار بأكمله قال فاستلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم الحديث في سنده ضعف أخرجه الإمام أبو داود لكن له شاهدا من حديث ابن عمر وأنه قام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه يبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وإسناده حسن عند أبي داود وابن ماجا هذا الذي لم يصح سندا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان له شاهد ثبت من فعل الصحابة كابن عمر وثبت أيضا من فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال هذا الملتزم بين الركن والباب وهذا مقيد بهذا القدر فقط من جدار الكعبة الشرقي أن يكون بين الحجر الأسود والباب تحديدا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو رأيتم الهيئة يلتصق فيضع صدره ووجهه وباسطا يديه وذراعيه على الجدار هو مظهر فيه من الذل والانكسار والتضرع والخضوع على أعتاب بيت الله الحرام وكعبته المعظمة قال ويسأل الله تعالى حاجته إنت يسئن أحب فعل ذلك وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع وغيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة وإن شاء قال في دعائه المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر حديثا يذكره الفقهاء عن ابن عباس لطيف في عباراته بديع في جمله ينبض بالمعاني التي تقطر خضوعا وذلا وانكسارا واسمعوا جملها رعاكم الله اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن ينأى عن بيتك داري فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسدي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ليس يتعين هذا الدعاء لكنه طالما أثر عن ساداتنا من أئمة الصحابة فهو خير وتجاوزه لا بأس به لو دعا بغيره الرابع من المعالم المتصدة بالكعبة وقد ذكرنا الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم الرابع الحطيم أو الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم هو الجزء الواقع شمال الكعبة على شكل نصف دائرة الذي ترونه ببناء يرتفع حوالي المتر ونصف المتر محيطا على شكل قوس من جدار الكعبة الشمالي هذا جزء من الكعبة سمي بالحطيم لأنه كان من بناء الكعبة فتحطم وسمي بالحجر لأن قريشا لما أرادت بناء الكعبة بعدما هدمها السيل وجمعوا النفقة وقصرت بهم النفقة الحلال وقد تنادوا ألا يضعوا فيها درهما من حرام ولما اقتصرت بهم النفقة الحلال وقصرت عن بناء الكعبة بأكملها أتوا بحجارة فحجروا بها هذا المكان للدلالة على تمام مساحة الكعبة في البناء وأنه جزء منها فليما حجروا على ذلك سمي حجراء فحجروا على مواضع قواعد البيت أساس إبراهيم عليه السلام روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدى لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع فقص من جدار الكعبة الشمالي سبعة أذرع فهذا موضع الحطيم والموجود من بناء الجدار الحطيم اليوم هو زائد على ذلك فمن دخل الحطيم وصلى فيه فهو حسن مشروع كما سيأتي لكن تحر هذا القدر فإنه أحوط الصلاة فيه كالصلاة في داخل الكعبة لأنه جزء منها كما تقدم وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة وقال لي صلي في الحجر إذا أردتي فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ولما سبق فإنه لا يصح للطائف من يطوف بالكعبة أن يدخل في شيء من أشواط طوافه من داخل الحجر ويخرج من الناحية الأخرى لأنه يقطع بذلك شوطه ولابد أن يطوف من ورائه فبعض الناس يقول أمنية أن أصلي داخل الكعبة ها هي أمنيتك متاحة إن أتيت الكعبة والصلاة في هذا الحجر أو في الحطيم هو كالصلاة داخلها لا تنتظر أن يفتح لك باب الكعبة فإن هذا متأسر وهو موقوف على إجراءات رسمية لها ما يتصل بها لكن عموم الناس يسعهم ذلك بالصلاة في الأوقات غير أوقات النهي لمن أتى فصلى في هذا المكان من الكعبة ومن الأخطاء الشائعة التي يحسن التنبيه عليها تسميته بحجر إسماعيل ظنا أن له صلة بنبي الله إسماعيل والعامة تقول مقام إبراهيم وحجر إسماعيل والظن الخطأ أن يعتقد أن إسماعيل عليه السلام مدفون في هذا الجزء من هذا القطعة من الكعبة يقال حجر إسماعيل وربما بالغ بعضهم فقالوا دفن فيه عدد من الأنبياء وكل ذلك لا صحة له هذه أيها الكرام أربعة مواضع متصلة بالكعبة هي من الآيات البينات ولها من الفضائل ما سمعتم ومن الأحكام ما تقدم ذكره فإذا أردنا ذكر الآيات البينات المتصلتها هنا بالبقعة المباركة فأشهرها وأعلمها مقام إبراهيم عليه السلام بل هو الذي سماه الله الآيات البينات قال سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم قال ابن جرير الطبر رحمه الله إن أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين للذي ببكة فيه علامات بينات من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم منهن أثر قدم خليله إبراهيم في الحجر الذي قام عليه المقام إذن هو الحجر الذي قام عليه نبي الله إبراهيم عليه السلام يبني الكعبة لما ارتفع البناء واحتاج إلى أن يرص من حجارة الكعبة في البناء أدوارا عليا فأتاه إسماعيل عليه السلام بهذا الحجر فوقف عليه فكان كل ما احتاج إلى مزيد من الارتفاع تطاول به الحجر فبنى حتى أتم بناء الكعبة فكانت أثر قدمي خليل الله إبراهيم عليه السلام قد غرزت في هذا الحجر فسمي مقام إبراهيم وقد تقدم في الحديث الذي مر الباريحة في رواية البخاري فجعل إسماعيل ويأتي بالحجارة وإبراهيم ويبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة هو المقام الذي أذن الله لخليله أن يؤذن عليه بالحج فإنه لما قال وأذن في الناس بالحج قيل وقف إبراهيم عليه السلام على المقام فأذن وقيل أتى جبل أبي قبيس وقيل صعد جبل الصفة وقيل غير ذلك لما ارتفع البناء هذا المقام من عظمته وصفه الله بأنه آيات فإن بعض المفسرين قالوا هو لعظمة مكانته ودلالته كان بمثابة الآيات المجتمعة وليست الآية وقال بعضهم بل هو آيات بينات بدل بعض من كل لما قال مقام إبراهيم وعلى كل حال فهو ولا شك من العلامات والآثار الخالدة التي أرادها الله أن تبقى فيبصر الناس إلى اليوم آثار قدم خليل الله إبراهيم عليه السلام واليوم هي على هذا المقام قد صبت في قالب من فضة لتبقي الأثر مما يعتريه من عوامل الهدم والتعرية عبر مئات وأولوف السنين قال ابن الجوزي رحمه الله ولم تزل آثار قدم إبراهيم عليه السلام حاضرة في المقام معروفة عند أهل الحرم حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل من فضل هذا المقام أنه جعل مصلى قال الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى روى البخاري في صحيحة من حديث أنس رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى الحديث الصلاة إذن خلف المقام بعد الطواف سنة أيها الكرام ومن لم يتيسر له السنة هذه في أداء الركعتين خلف المقام صلى في أي بقعة من المسجد الحرام خصوصا في أوقات الزحام وامتلاء صحن المطاف بالطائفين عند النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروى وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج عند الإمام مسلم قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت والأمر كما قلنا مشروط بالقدرة وعدم الزحام إن تيسر والنساء يتأخرن عن الرجال في الصلاة خلف المقام مراعاة لحكم الشريعة في تأخير صفوفهن جملة عن صفوف الرجال أداء لهذا الحكم الشرعي وحفاظا عليه هذا ما يتعلق بمقام إبراهيم عليه السلام والصلاة خلفه وهو المقام الذي أذن فيه بالحج كما تقدم قال ابن عباس قام إبراهيم على الحجر فقال أيها الناس كتب عليكم الحج فأسمع من في أصلاب الرجال وارحاب النساء فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك والأثر صحح إسناده الحافظ بن حجر في فتح الباري هذه الآيات البينات أيها الكرام عظيمة المكانة عظيمة المقام عظيمة الوقع في هذا الزمان وفي كل زمان فمن أتى ورأى مقام إبراهيم فإن السنة أن يطبق ما تقدم وليس فيه من العبادات المشروعة كما أشرت سوى صلاة ركعتي الطواف خلف المقام وأعلموا رعاكم الله أن نتعمد مزاحمة الطائفين أو التحجير عليهم إصرارا على صلاة السنة خلف المقام هو نوع من ارتكاب المحظور أذية ومزاحمة ومدافعة للمسلمين على فعل سنة وهذا لا يقول به عاقل ولا يرتكبه مسلم فطن رعاكم الله فضلا عن أن التبرك بالمقام أو المسح بالزجاج والقفص المحيط به ومسح الثياب به أو الأكفة والوجوه أو التقبيل كل ذلك يا كرام من الأخطاء الشائعة التي كان ولا يزال القائمون على أمر البيت الحرام وخدمة الطائفين ما يزالون في تنبيه وتذكير للناس أن مثل هذا لا يشرع إنما بقي المقام آية ليبقى على مر الزمان لي ولك ولمن سبقنا ولمن يلحقنا دلالة على هذا المكان لمن أتى إليه فيشهد قول الله بعينه فيه آيات بينات مقام إبراهيم وإذا انتهينا من هذا كله يبقى لنا المعلم العظيم المتصل بالنسك وهو الصفا والمروة فإنه من جملة ما يتصل بمعالم المسجد الحرام وما اتصل به من الفضائل والأحكام هما من شعائر الله العظيمة بنص قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وتقدم البارحة في حديث ابن عباس أن أصل السعي بينهما سعي هاجر أم إسماعيل عليه السلام لما انطلقت تبحث عن ماء لطفلها الذي بدى يتلوى أو يتلبط من شدة الجوع فخرجت تبحث حتى أتاه الملك فبحث بجناحه فنبع بئر زمزم في تذلل ووجل وخضوع مفتقرة إلى الله حتى كشف الله كربتها وآنس وحشتها وفرج شدتها وفجر لها ماء زمزم المبارك فالساعي بين الصفا والمروة ينبغي أن يستحضر فقره وذله وحاجته فالذي فجر لهاجر في سعي هذاك ماء زمزم يسقى به الناس إلى يوم القيامة قادر جل جلاله أن يزيل كربتك في سعيك وأن يحقق أمنيتك وأن يقضي حاجتك استشعر هذا الافتقار إلى الله وأنت تسعى في طوافك وأنت تسعى في عمرتك وحجك بين الصفا والمروة فإنك في شعيرة عظيمة من شعائر الله وفي نسق جليل يحبه الله تسعى تسعى بقدميك وقلبك قد سعى معك يسعى إلى طاعة الله ولسان حالك وعجلت إليك ربي لترضى ولسان حالك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير لا يشغلك في سعيك شيء سوى ذكر الله جل جلاله وأداء هذا النسك وأنت قد لبست الإحرام في إزال ورداء وأنت قد لبيت وأتيت تحثك الخطأ تسعى بين هذين الجبلين العظيمين الصفا والمروة قالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما فمن ذلك أصبح السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج التي لا يتم النسك إلا بها يبدأ بما بدأ الله به وهو الصفا وينتهي عند المروة وهذا شوطا يفعل ذلك سبع مرات فينتهي شوطه السابع على المروة إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعيدة مشى كما في حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النساء فلا يسعين حتى لا يقعن في محذور أو حرج لا يلزم إخوة الكرام صعود جبل الصفا ولا صعود جبل المروة بل يكفي الوقوف على طرفه واستقبال القبلة والتكبير والإشارة والدعاء على رأس كل شوط أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا عند تكاثر الأعداد وتضاعف الزحام يحرص المسلم على أداء النسك وأن يبقى في مهابة وذل وخشوع بعيدا عن مزاحمة توقع في صدره حرجا أو يصدر منه أذى لإخوانه المسلمين وهذا الذي ننبه عليه مرارا السعي بين الصفا والمروة يتم به أداء النسك للمعتمر حتى يقصر شعره أو يحلقه وتقصر المرأة من شعرها قدر أنملا وأما الحاج فيستكمل ما بقي من نسكه هذه المعالم العظيمة في رحاب المسجد الحرام يتمها آخرها السابع وهو بئر زمزم الذي تقدمت الإشارة إليه في قصة هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام عندما سعت بين الصفا والمروة زمزم هذا الماء المبارك الذي ظل وسيظل بأمر الله جل جلاله ماء يستقي منه المؤمنون إيمانا فيكون دلالة على إيمانهم قبل أن يكون مجرد ماء يرون به ضماءهم ويشبعون به جوع أكبادهم ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض زمزم هي البئر الواقعة شرق الحجر الأسود وجنوب مقام إبراهيم عليه السلام مشتق من الزمزمة وهو الصوت مطلق قال ابن قتيبة ولا أراهم قالوا زمزم إلا لصوت الماء حين ظهر وقد تقدم أن هاجر لما قالت بالماء هكذا جعلت تحوظه وهي تغرف منه جعلت تخاف أن يزول ولولا ذلك لكانت زمزم عينا معينا كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ماء زمزم قامت حياة الناس بمكة وعمرت سنين مديدة ثم شاء الله أن اندرست معالم البئر وخفي موضعها حتى شاء الله وقدر أن يجري هذا الماء المبارك مرة أخرى على يدي عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء زمزم غسل صدر النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر في قصة إسلامه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام متى كنت هاهنا؟ قال كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم شهر يا إخوة قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني يعني امتلأ واشتد بدنه قال وما أجد على كبيدي سخفة جوع قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة إنها طعام طعم وفي الطبران خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم قال مجاهد ماء زمزم لما شرب له إن شربته تريد شفاء شفاك الله وإن شربته لضمأ أرواك الله وإن شربته لجوع أشبعك الله وهي هزمة جبريل بعقبه يعني التي حفر بها وسقي الله إسماعيل عليه السلام وهو من لطيف هذا الكلام وقد ورد مرفوعا من طريق ابن عباس أخرجه الدارة القطني وإسناده لا يصح لكنه موقوف على مجاهد قال ابن القيم رحمه الله وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف شهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم وهذا الماء مبارك فلا مانع من الوضوع منه أو الاغتسال أو غسل الملابس منه لا كما يظن بعضهم أن ذلك ممتنع إن من السنن يا كرام التضلع من شرب ماء زمزم ومعناه الشرب والارتواء حتى يمتلئ الجوف وتبرز الأضلاع يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرج ابن ماجا والحاكم والبيهقي في السنن إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم فلا يمنع من نقل زمزم خارج مكة لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمله خارج مكة وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب والبيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني هذه جملة أيها المباركون من أحكام المسجد الحرام وفضائله وآياته البيينات أسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس الذي تم به الحديث عن المسجد الحرام الفضائل والأحكام أن يرزقنا وإياكم واسع العلم وعظيم الانتفاع بهذا البيت الحرام والمسجد الحرام وأن يرزقنا دوام القصد إليه حجا وعمرة وصلاة واعتكافا وطوافا وتعبدا وأن يجعلنا من خيرة عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين ونسأله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والسداد في القول والعمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعلنا إله من أقرب من تقرب إليك ومن أوجه من توجه إليك ومن أخصهم زلفة لديك يا رب العالمين وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين